يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد قهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار يا الله ولكن قبل ذلك اليوم وقبل ذلك المسهد العظيم لحظة ينتقل الإنسان فيها من دار الغرور إلى دار الشرور أو دار السرور لحظة من اللحظات التي يكتب فيها للعبد أنه منتقل إلى ذلك اليوم تلك اللحظة التي يلقي إنسان فيها آخر النظرات على الأبناء والبنات والإخوان والأخوات يلقي فيها آخر النظرات على هذه الدنيا وتبدو على وجهه معالم السكرات وتخرج من صميم قلبه الآهات والزفرات إنها اللحظة التي يؤمن فيها الكافر ويوقن فيها الفاجر إنها اللحظة التي يعرف الإنسان فيها حقارة الدنيا إنها اللحظة التي يحس الإنسان فيها أنه فرت كثيرا في جنب الله إنها اللحظة التي يحس الإنسان فيها بالحصرة والألم على كل لحظة فرت فيها في جنب الله يناديه رباه رباه ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت إنها اللحظة الحاسمة والساعة القاصمة التي يدنو فيها رسول الله أعني ملك الموت لكي ينادي فيا ليت شعري هل يلادى نداء النعيم أو نداء الجحيم ألا ليت شعري هل يقال يا أية من السم تعمل ترجعي إلى ربك ترجعي إلى ربك هل يقال يا أية من نفس غريبك ترجعي إلى ربك لكي ينادي فيا لدى ترجعي إلى ربك ترجعي إلى ربك ترجعا في تلك الساعة التي قفت مفاجم الصالحة فلا تتوفرها في الامر وفي لحظة واحدا واسمت الروح الى البروان والتغفت الساق بالساق الى ربك يومي برساق هناك تحص العبد بدار غيبة ومنازل رهيبة عجيبة فلا اله الا الله في لحظة واحدة من دار الهوان الى دار المعيد المقيم فلا اله الا الله في لحظة واحدة من ضيق الدنيا الى سعة الاخرة وفي لحظة واحدة من درار الاشرار انى دوار الواحد التروح فغبا هااااااااااااااااااا نمشأ من الدهاج